لا تزال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل التحقيق ووضعنا لم يتحسن إن لم نقل أنه تدهور فبعضنا لم يفقد بصره فقط بل فقد مصدر رزقه أيضاً تضيف بنبرة حزينة بل إن بعضنا أصبح يعتمد على مساعدات المحسنين هكذا تحكي فاطمة الزهراء شقيقة أحد المرضى الذين عانوا من مضاعفات خطيرة جراء حقنة تلقوها في مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء المعروفة إعلامياً بحقنة العمى تسترسل فاطمة الزهراء في حديثها مع اليوم 24 قائلة إن حياة 15 شخصاً قد انقلبت رأساً على عقب بعد تلقيهم حقنة داخل مصلحة العيون بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء هؤلاء الأشخاص كانوا معتادين على أخذ هذه الحقنة ولكن حدثاً غير متوقع وقع في التاسع عشر من شتنبر 2023 بعد أن تلقى 15 شخصاً حقنة داخل الجسم الزجاجي المعروفة اختصاراً بـ IVT غير أنه بعد مرور ساعات ظهرت على بعضهم أعراض حمرار وألم في العين مع نقص حاد في البصر فكر ضحايا حقنة العمى كما يصفون أنفسهم في تذكير الرأي العام بمعاناتهم بهذه الوقفة الاحتجاجية وقد تحدثوا أيضاً إلى وسائل الإعلام تقول فاطمة الزهراء في هذا السياق المتحدث باسم هؤلاء المرضى شقيقي واحد من الضحايا وجميع المرضى يثقون به لذلك أتحدث بكل صراحة لوسائل الإعلام تؤكد فاطمة أنه لا يوجد جديد يذكر في ملف قضيتهم حيث يتردد الضحايا بشكل دوري على مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي يؤكد لهم أن الفرقة الوطنية ما زالت تحقق في القضية أما بالنسبة للمستشفى فتؤكد إدارته أن الملف قضائي وأنهم لا يستطيعون تقديم أي معلومات إضافية خارج إطار الفحوصات الروتينية يتساءل الضحايا عن جدوى هذه الفحوصات خاصة وأن بعضهم فقد بالفعل بصره في إحدى العينين نتيجة الحقنة المذكورة أصبح بعض الضحايا يلجؤون الآن إلى طلب المساعدة من المحسنين تقول المتحدثة للأسف أصبح بعض الضحايا مضطرين لطلب المساعدة من المحسنين لتأمين لقمة عيشهم فقدان البصر تسبب في فقدان بعض منا لعملهم ومصدر رزقهم الوحيد نحن نشعر بالقلق من طول أمد هذه القضية وكانت إدارة المستشفى أوضحت في بلاغ صحافي سنة 2023 توصل اليوم 24 به أن الأمر يتعلق بستة عشر مريضا يعانون من أمراض شبكية العين مع ضعف البصر تتم متابعتهم على مستوى مصلحة طب العيون بالمستشفى تلقوا حقنة داخل الجسم الزجاجي المعروفة اختصارا بـ AFT بتاريخ التاسع عشر من شتنبر المنصر وفقا للمعايير المتبعة في مثل هذه العلاجات وأضافت أن أعراض حمرار وألم في العين مع نقص في البصر ظهرت في اليوم الموالي على اثنين من هؤلاء المرضى وقام الفريق الطبي باستدعاء جميع المرضى الذين تلقوا الحقنة في التاسع عشر من شتنبر وتم إدخالهم إلى المستشفى ووضعهم تحت المراقبة الطبية ومنحهم العلاجات اللازمة شكراً للمشاهدة ومشاهدة ومشاهدة عندمايل جOOOOOOOOO